اشتركوا في القناة 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 بس مش هما التلاتة هما ليهم نفس الخصائص او بيرجعوا يندرجوا لنفس المسمى اللي هو كلاب بالضبط فعشان كده انا عندي الدوج ده ده الكلاص اللي هو البرانت فانا عندي بعض اتريبيوت و بعض فونكشن الفونكشن والاتريبيوت دول سابتين معايا في اي نوع من الكلاب اللي هو مثلا الكلب لي لون لي مثلا عدد رجول وهكذا في قصائص معينة فونكشن معينة اللي هو بيمشي بيجري بيعض وهكذا يبقى فيه فونكشن سابتة معايا وفيه اتريبيوت سابتة سواء على النوع الاولاني او التاني او التالت فيه بقى انواع بيبقى ليه خصائص زيادة عن الخصائص الاساسية اللي موجودة وده بيبقى لحسب النوع اللي موجود معايا بس كلهم مشتركين في نفس الاتريبيوت ونفس الفونكشن الخاصة بكلاص الدوجس تقيل بدل ما تقرر عندك في الكلب الاولاني او النوع الاولاني ده مثلا بدل ما تقرر تكتب الاتريبيوت وفونكشن اللي موجودة اصلا عندي في كلاس الدوج وبدل ما رجع قرر تاني الاتريبيوت وفونكشن في النوع التاني من الكلاب او النوع التاني من الكلاب طب ما انا عندي كلاس يبقى شامل كل الاتريبيوت وفونكشن ويبقى ده كلاس بيران واعمل منه انهيرتنس وابدى اورس منه البيانات اللي انا محتاجها فيه قمت باشي تظهري في الكلاصة اللي تعمله انهيرتنس ما فيش اي مشكلة خالص. كل اللي بيختلف معي هو ازاي ازود الجزء المسؤول على انه يبيني ان انا عملت انهيرتنس او ورست من كلاصة ايه? تعالوا نشوف المثال ده كده سوا. فاكريني المثال اللي احنا شغلنا عليه في الويك اللي قبله. كان كلاص الممبر. كلاص الممبر بياخد معي اكسبوية ديز 165. ويعرفت عندي الدف فيرست نيم ولست نيم وبخلي اليوزر يدخل الاسم بتاعه الفيرست نيم ولست نيم وببدأ اخزنه في التو واتريبيوت اللي موجودين معايا دول. وبرجعله الاكسبوية دي دي انا بحسبها عندي من الامبورت بتاع الديت تايم. ده الكلاص اللي احنا كنا نشغلين عليه في الويك اللي فايت. ازاي بقى كلاص الممبر ده? عايزة اورس منه او ازاي نشوف نعمل طريقة الانهيرتنس. وابدأ اكتب كلاص جديد. طبعا هنا بيوضح لي المفهوم بتاع الكود اللي في السلايد اللي قبله على طول. فاحنا قلنيهو. ادي الكودة هو كل اللي بيعمله اللي انا عندي كلاس ممبر والاكسبوية ديس. وادي الفانكشن فرست نيم ولست نيم. وادي اللاين عشان يحمل لي دي بتاعه ويسجل لي دي معيه. فجيت هنا قلت له عملته اوبجيكت. جو. الابجيكت ده من الكلاس اللي اسمه ممبر. وديت له فرست نيم واللست نيم. وقلت له جو ده فرست نيم اتباع لقيمة الابجيكت. اه اللي موجود معي في الاتريجيوت فرست نيم. ونفس اسم الابجيكت دوت للست نيم. نفس اسم الابجيكت دوت الاكسبوية ديت. وطبعا الفعلا من الفرست نيم واللست نيم. والديت اللي هو وغده. اوتوماتيك معي من الامبورت اللي انا عمليه. طيب لو جينا بقى. قلنا عايزين نعمل انهيرتنس. عايزة ورز حاجة من الكلاس الممبر اللي احنا شغلين عليه. قال كل اللي بتعمله ايه. انا كنا معارفين كلاس ممبر نقطتين. برضو هيجي هنا اقول له كلاس. واسم الكلاس اللي انت عايزه اين كان اسم الكلاس. ومفروض نقطتين. دي طريقة الكلاس اللي عادي خالص. عشان هزود ان هو انهيرتنس وباين ان هو هيورس من الكلاس تاني فقدر يستخدم اتريبيوت او فونكشن بتاعة الكلاس اللي انا حددته ده. باجي بعد ما بعرف اسم الكلاس. وليكن مسلا انا قلت انا عندي كلاس اسمه ادمن. ده اللي اخليه انهيرتنس يورس من الكلاس اللي اسمه ميمبر. فجيت هنا قطوله كلاس ادمن فتحت كوس وكتبت جوه الكوس اسم الكلاس اللي هيعمل منه انهارتنس اللي هيورس منه. فجوه الكلاس هنا كتبت مين? كتبت ميمبر ونقطتين. كده يبقى انا عملت ان انهارتنس فعلا. يعني بقى انا كده الكلاس بتاع الادمن يقدر يستخدم كل الاتريبيوت اللي موجودة في او الفونكشن اللي موجودة معي في كلاس الميمبر. طيب جيت جي هنا عندي قال لي كلاس يوزر. عملت كمان كلاس من الميمبر. فيش اي مشكلة اكتب اي عدد كلاس انت عايز تورسه ما فيش مشكلة ما فيش لمت للعدد معنا. آآ وكلاس قد من ميمبر. يبقى انا كده معي كل كلاس هو من الكلاس اللي اسمه ميمبر. وجيت هنا عندي. تعالوا نشوف كده لو انا هبدأ اشغل الكود معي. طبعا ما تنسوش الاضافة للكلاس الميمبر موجود معنا الكود اللي احنا كنا لسه بسطين عليه هو قريدي الكود لازم ان يكون موجود. فجيت قلت كلاس ادمن. عندي كلاس اسمه ادمن. هيعمل انهيرتنس بقى كده سب كلاسز. هيعمل انهيرتنس من الكلاس اللي اسمه ميمبر. ونفسه اليوزر برضو عملت بس بس. يعني انا ما ضفتش اي حاجة زيادة. يعني كل اللي اللي انا معامله اللي انا بقوله كل الاتريبيوت اللي في class member حطها لي او اقدر استخدمها في كلاس الادمن او في كلاس اليوزر. طيب تعالوا بصوا كده. هل انا في كلاس الادمن عرفت اي first name او last name او اي دات عندي مفيش اي دات خالص. طيب جيت هنا قلت له خدت الوبجيكت a n equal admin وضلت له الفيرست نيم كوما ال last name. وجيت قلت له ايه n dot first name. ال ايه n dot last name. وال ايه n dot x y date. ونفس اللي انا عملته في الادمن خدت اوبجيكت من القولة التاني اللي هو اليوزر اللي اسمه ul and i. wool一个 user first name ول promotions and annual and exploitation. وطبعة الفيرست نيم ولول �節 name والlust name and expeler date. لقيتو عندي طبعا لي فاعلا الفيرست نيم ول~~~~ trusting name. والتاريخ في الفيرست نيم والفي ال ابجيكت الاولين او في ال او بجيكت الاوليات او اللي انا اخدت من cửلاز الالمن ولفي ال ابجيكت التاني اللي انا اخدت من ملكلاز الاص اي اي داتة. مع ان لو بصينا هنا على كلاس الانمن اليوزر مفاضيين ما فيش اي داتا. ومال هو ارس زي الفيرستينيم و ارس زي اللاستينيم و ارس زي خد البيانات دي موجودة زي انا اصلا الكلاز بتاع فو دي. علشان احنا عاملين شايفين المنبر اللي جولكوز دي. دي الانهارتنس. فاي داتا موجودة معي في كلاس المنبر تقدر تستطيعها في الانمن. فانا كان عندي في المنبر الفيرستينيم واللاستينيم والاكسماير ديت. فعشان كده مجرد ما انا عملت استدعية اسم الاتربيوت اللي موجود في المنبر قدر يقرى معي في الاتمن لان معمول انهارتنس. وده بيسهل علي كتير ان انا بدل معه ده اكتب بقى اعرف بوقل اص الاتمن نفس الفيرستينيم والاستينيم والاكسماير ديت وارجع في اليوزر تاني اعرف في الفيرستانيم والاكسماير ديت. طب ما هو دي بقى فكرة الانهارتنس. اللي انا عندي قلاس فيه اتربيوت انا محتاج اللي انا استخدم الاتربيوت دي في اكتر من قلاسس. هعد اكرر نفس الداتا معي? لا. يبقى انا استعمل ايه? هستخدم الانهيرتنس. الانهيرتنس هكتبه الاتريبيوت او الفونكشن في آآ كلاس الابيرنت شامل كل الاتريبيوت الاساسية او الفونكشن الاساسية معي. وابدأ اطلع منه سب كلاسس. كل كلاسس هيبدأ ايه يرى كل الاتريبيوتس او الفونكشن اللي موجودة معي في كلاس الابيرنت. بالاضافة انه لو حب يزود معي بيانات جديدة. هنا هيبدأ يعرفني ان انا مسلا اعمل على الديفولت بمعنى ايه? بمعنى اللي احنا ده كان قيمة ديفولت هي بتتحاسب من الديتايل وبتتسجل معي. طيب هل انا يلفع اغير على القيمة اللي موجودة معي دي في كلاس او في سب كلاس انا عملتلو انهيرتنس من كلاس الممبر اهلا او ما فيش مشكلة خالص. كل اللي هتعملو. انه هنا بيقولك انت عندك في الممبر اللي هو مفروض البرانت كلاس اللي احنا آآ هنورس منه. انت كاريت الفاريابل اسمه نيم ديز. والاكس باير ده بيحسب لك كالكوليت الاكس باير او الاكس باير او الاكس بريشان ديت. طيب هاجي هنا عندي فيه الكلاس الادمن اللي هو السب كلاس. احنا عملنا له انهيرتنس من الممبر. من الممبر كلاس الممبر. وجيت هنا قلت له الاكس باير ديز عبارة عن ودت لى مئة ستة وخمسين بوينت توفور دوتو ودربتها في مياه. غيرت الكيمة الديفولت اللي موجود عندي في الاكس باير د이션. مافيش ايا مشكلة خالص. لما اجي اطبع كيمة الممبر بتاعي او اي اخد من كلاس الممبر هيتبعلي الكيمة جديدة اللي انا غيرتها على الكيمة اللي موجودة عندي في الكملس. لبقا اقدر استخدم الاتربوط بنفس الكيم موجودة عندي. فيش ايا مشكلة. بس تقدر بس تغير عن الكيم اللي اثنين متحين معيك. هنا عايز يبدأ يزود معي في الفونكشن ان اليوزر هيدخل لي first name و last name و secret code. ادي class admin. هو نفذ هوة ان الادمن هيعمل operation على الاكسابير ديس. هيدربها في مية او هيدربها 165 في مية. وهيزود secret code. المفروض اللي انا عندي initialize في الممبر اللي انا عمله inheritance في first name و last name بس. طب نفترض اللي انت الانشيلايز بتاعك عايز يخلي first name و last name و secret code. يبقى انت زودت attribute غير الاتريبيوت اللي موجود معي في الانشيلايز بتاع الكلاص البيرنت او الكلاص اللي انا عملته له inheritance. يبقى لازم تيجي تزود لي جزء بس. هاجي هنا حدد له ايه الاتريبيوت انا عندي true line في الانشيلايز. اهو. انا هاجي هنا بس اقول له ان انا عندي secret code ده مش موجود معي في الكلاص اللي هو الممبر. فانا عرفته self.secret code equal secret code. زي ما عرفته first name و last name قبل كده في الممبر. ما فيش اي مشكلة خالص. بس. هاجي يحدد له مين الاتريبيوت اللي انا هعمل لها او اللي انا هعمل لها انهيراتينц من الكلاص بتاع الممبر. انا معانيش على الاتنين بس. فباجي اكتب له هنا ايه كلمة super دي سابتة معانا او souber dot initialize دي سابتة معانا. وهنا بحدده لكل الاتريبيوت الى انا عايز استخدمها من كلاص من من كلاص الممبر. يبقى كيف. لو انا عايز ازود اتريبيوت مش موجودة معي او الاتريبيوت دي بس ما الاتريبيوت اللي انا هاخدها من class اللي انا عملت له inheritance اللي انا ورست منه يبقى لازم انكتب له super dot initialize first name last name وزود بقى الاتريبيوت بنفس الطريقة عادي اللي احنا متعودين على self dot secret code equal secret code طيب ايه؟ امتى في حالة اللي انا اكتب السوبر دي؟ في حالة اللي انت هتزود attribute مش موجودة معيك في الclass اللي انت عملت له inheritance اللي هو الممبر لازم انتكتب super dot initialize وتحديد لي هنا في السوبر مين اللي معموله initialize او مين اللي معموله initialize في الclass اللي انت هتورس منه اللي هو first name و last name بس تمام كده؟ وجيت هنا وقلت له class user member بص يعني انا اخدت كل البيانات اللي موجودة في الممبر ساكلتها عندي في loser بص هنا لما اخدت object من ال admin دخلت 3 قيم وقلت له print the nn اللي هو اسم object dot first name dot last name dot the secret code عشان كده في ال object لما جيت ادخل قيم دخلت ايه دخلت الفيرست وال last والsecret code لكن في اليوزر ال object بتاع اليوزر انا اليوزر انا واخده من الممبر ما دفتش اي حاجة فيه ولا عدلت اي حاجة فالمفروض هيخد لي البيانات اللي موجودة معي هي نفس البيانات بتاعة الفيرست نيم والlast نيم ما فيش هنا بقى عندي secret code خالص لانه هو اليوزر مش وارس من ال admin لو اليوزر كان عمل inheritance من ال admin كان هيقرد 3 variable معادي لكن هو عامل هنا انه هنا تنسي من الممبر فعشان كده قرى مست معي الفيرست نيم واللاص نيم واللاص نيم واللاص نيم ووصل كده الجزء ده معادي هنبدأ بعد كده نشوف احنا جربنا لو انا استخدمت نفس الاتريبيوت اللي موجودة معايا في الكلاص اللي انا عملت له اقدر اقرأ الاتريبيوت ديت وعدل على القيامه ولا لك هيبتعالوا كده نبدأ نتعامل مع الميسودس ايه لانا هابدأ اكاري ميسودس ما شو اكس باير والبرامتر بتاعتها السيل فدي هنا نفس الكود اللي احنا شغلين عليه الاتريبيوت ساعرف عند وبعدين عمل حسب وقف الآخر زود الفونجشن دي عباره عن ايه؟ عباره عن شو هتعرض هتعرض للفيرست نيم واللاص نيم واللاص نيم واللاص نيم هنا نخدت من الادمن رفتوله الفيرست نيم واللاص نيم والسكرت كود لان طبعا كلاس الادمن احنا كنا زودنا في السكرت كوت فقادي التلاتة معنا لما جيت عملت الابجيكت بتاعي . وقلت له اليوزر برضو مفروض الاوبوت اللي يحصل معي انه هيعرض لي فعلا في الكلاص لما انا خدت منه ابجيكت في كلاس الادمن ولما خدت منه ابجيكت في كلاس اليوزر فبرضو هنا هيعرض لي الاوبوت يبقى يقدر يتعامل مع الاتريبيوت ويقدر يتعمل معامل مع الفونكشن. هنا ازود معي في كلاس الميمبر فونكشن اسمها جيت ستيتوس. ويجي هنا عندي في الكلاس بتاع الادمن. المفروض جيت ستيتوس. اه الا انا هضبع فونكشن. الفونكشن دي في الكلاس بتاعت الميمبر هسميها يرجع لي بس يقول لي is a member. وهنا يرجع لي بقول لي is admin. والنفس الفونكشن بس في الكلاس اليوزر يرجع لي is regular user. ادي الكود معانا هوا. تعالوا عمعني مشي كده خطوة. هادي كلاس الميمبر متعرف معي الفين Saed follow ال last name هايET الفينس الا Item. الكون بتاعت ال月 den status هي طبع لي الفينس لي والي name is oxide and买. وجيت هنا في الادمن استدعيتي الفونكشن على طول jade status هيتبع لي first name is admin. وجيت هنا خدت من كلاس الادمن قلتوله كلاس الادمن ي hagيت له first name where last name وعملت فونكشن اللي هي sketch status. وجيت في اليوزر برضو اديته ليو تانية قولتونه ايامل LaborS zu call collaborative f aux distinguished state first name وقضتونه يدبع ليregate status او يعمل لي calling the functiontatust status. فطبع لا اول واحد او اول اسم معنى the first name فطبع لي admin ف Is admin لكن الخطاني توباءبر only unique user واخر يس exploring معنا اللي هو كان في الممبر طبعا لي اس ممبر. فهي نفس الفونكشن قدرت تنفذلي نفس الحاجة اللي انا عايزة نفذها في الترنتا كلوسيس في البرانتكلوس وفي السبكلوسيس. بس كل واحد بدخله كيما ما فيش ايه مشكلة بس اياه نفس الفونكشن او التسكة اللي بتعمله الفونكشن هي اللي بتعمله نفس كل فونكشن. اشتركوا في القناة